زواج تكلف ملايين لطلق برضو تكلف ملايين هيفاء وهبي واحمد أبو هشيمة أهلا بكم في كناة مراوعة بوتة الأخبار الفن والفنانين والمشاهير وأحدث ترندات على السوشيال ميديا يشعرفني اشتراكك في القناة بسي ما تنساش اللايك والكومنت الجميل أغرب زواج حدث في الوسط الفني هو اجتماع المال وهو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مع الفن وزواجه من المطربة هيفاء وهبي حكاية هيفاء وهبي وأحمد أبو هشيمة كانت من أشهر الحكايات اللي عملت ترند فترة طويلة ومن قطر الرقي في الجواز والطلق والأغرب إنهم انفصلوا وهم بيحبوا بعض وإلى الآن بتتكلم عنه بكل حب وهو كمان بيتكلم عنها بكل حب واحترام وكان بيتمنى لها الرضا ترضى وكان سر الانفصال غامض محدش عرف عنه حاجة لحد ما نكشف السر والموضوع مش خلافات أسرية دخلت في الموضوع جهات سيادية ده الموضوع اللي بيتقال عليه بأوامر سيادية ويتقال وقتها إن هيفاء ما قدرتش تنسى أبو هشيمة لإنه حب عمره وقالت لما سألوها عن الانفصال بالاتفاق زي ما كان الجواز بالاتفاق وهي يعني همدم معه لما سألوها عشان الإخوان شاركوا أبو هشيمة وهم اللي خلوه يطلقك قالت مش عارفة يمكن آه ويمكن لأ وطبعا دي دبلوماسية منها في الرد لأن هي بتحافظ على علاقتها بأحمد أبو هشيمة وفي نفس الوقت بترمي إجابة مبطنة لسبب انفصالها ونفت إن الانفصال سبب واختلاف وجهات النظر زي ما هو قال والمعروف إنها كانت مقيمة مع والدته في الفيلا يعني كانت رادية ومش معترضة على أي حاجة هيجي منين لاختلاف وجهات النظر إذا كانت هايفة وافقت بكل حاجة ولما تسأل أبو هشيمة قال محدش يتدخل في حياتي الشخصية وكل واحد يخليه في حاله وبعدها قال أنا بسافر وهي بتسافر عشان كده عشان كده انفصلنا وطبعا الناس ما اقتنعتش بالسبب اللي قاله وده أكد الإشعاعات إن الإخوان هما السبب وهو وفق يطلقها عشان مصالحه وفلوسه مع الإخوان